هناك في معبر باب الهوى في شمال سوريا لا تزال الأبواب مؤصدة أمام دخول المساعدات الأممية لإنقاذ أربعة ملايين إنسان رغم موافقة النظام السوري فجأة قبل شهر مضى على إدخالها تقول الأمم المتحدة إنها لا تزال تعكف على وضع آليات لتنسيق عمليات إدخال المساعدات مع النظام السوري لكن تقدما لم يحدث بعد في وقت ينتظر ملايين السوريين لتأمين احتياجاتهم التي لا يسدها معبر باب السلامة المعبر المتبقي من أصل ثلاثة معابير أغلقت بسبب الفيتو الروسي المتكرر والمصر على دعم الأسد ومنحه ميزة الاستحواذ على المساعدات وتحويلها لورقة ضغط أخرى لتجويع وإخضاع السوريين هذا التأخير المتعمد من قبل النظام يؤكد وجهة نظر المنظمات الإنسانية التي أبدت مخاوف مشروعة من تسييس المساعدات وحرما للمحتاجين منها وأشارت منظمة ميد جلوبال حينها إلى أن نقل السيطرة على باب الهوى من طرف محايد إلى نظام ذبح شعبه وشرد نصف عدد السكان سيؤدي لمزيد من الموت والمعاناة ومع العجز الأممي والدولي عن إحداث أي تغيير في ملف معبر باب الهوى يتضح أكثر أن موافقة دمشق لم تكن مجرد صدفة أو استجابة للكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال المدمر لا سيما إذا عرفنا حينها رفض الأمم المتحدة للشروط التي وضعها الأسد بالتجديد على عدم تواصلها مع جهات تعتبرها دمشق إرهابية وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابع للنظام على توزيع المساعدات وهما شرطان يعتبرا حينها غير مقبولين لأنهما لا يتوافقان مع استقلالية الأمم المتحدة وغير عمليين وفقا لخارطة الاستجابة على الأرض نعم هي الكارثة الإنسانية تستمر في الشمال السوري لتشكل حكاية ألم مضاعفة تضاف لمجمل حكاية القهر على الخارطة السورية تلك التي عادت اليوم للتظاهر ضد النظام الذي لم يجوع الشمال السوري فحسب بل عموم المناطق الخادعة لسيطرته والتي ترفض حاليا الاستمرار تحت حكمه وانتقلت للمطالبة بإسقاطه